مهلة الأسبوع التي منحتها إكواز لقادة الانقلاب في النيجر للتراجع على مشارف نهايتها وخطة المجموعة للتدخل العسكري المحتمل أضحت جاهزة لكن دول الجوار ليست على قلبي رجل واحد بشأن هذا التدخل كانت السنغال في مقدمة الدول التي أيدت إعادة الرئيس المخلوع محمد بزوم بالقوة إن اقتضى الأمر ووضعت قوتها رهنة إشارة إكواز لهذه المهمة وزارة الخارجية النيجرية اعتبرت في الأخرى التدخل العسكري حلا أخيرا في حال رفض الانقلابيون في النيجر التراجع وحذرت أبو جا من أن عدم تغيير مسار الانقلاب في النيجر سيشوه سمعتاء إكواز أبدت بنين بدورها استعدادها لإرسال قواتها متى ما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التدخل بالقوة في النيجر رئيس كوديفوار الحسن وتارة اعتبر أن الأوضاع الانقلابية في نيام التتفاقم لذلك فبلاده على استعداد لإرسال قوات إلى النيجر في حال قررت إكواز التدخل عسكريا بينما حذرت دول السبق الانقلابي وهي مالي وبوركينا فاسو حذروا من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيدفعها إلى اتخاذ تدابير دعما للجيش والشعب في النيجر أما الجزائر فقد أكدت مجددا رفضها للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم ولكن الخارجية الجزائرية حذرت من أن استخدام القوة لن يزيد الوضع إلا تأزما ودعت إلى تفعيل السبل الدبلوماسية والسلمية كافة تجنبا لخيار القوة أكد وزير الدفاع التشادي داود يعي أبراهيم هو الآخر من أن بلاده لن تدخل في الأوضاع السياسية الراهنة في جارتها النيجر عدد من الدول إذن تعارض التدخل وأصابع أخرى على الزناد لاحتواء عدوى الانقلابات في منطقة غرب إفريقيا وقادة الانقلاب في النيجر يهددون بالرد على أي تحرك في هذا الاتجاه والترقب سيد الموقف